كما تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مطار تابة دولي في إطار زيارة اليوم لعدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول المبنى والمشروعات التي تم تنفيذها لتطوير خدماته خلال الفترة الماضية والحالية كما قام بجولة التعرف على عدد من قطاعات التطوير حيث تم استعراض جهود التحديث التي تمت لمنظومة الكاميرات والأنظمة الأمنية لتغطية مبنى الركاب من الداخل والخارج وكذا موقف تطوير أجهزة الكشف عن الحقائب